السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن الامور في غزة بدأت تتضح اكتر واكتر وشغل المصالح بدأ يظهر في العالم واحد دلوقتي ممكن يقول مصالح ايه بس والدنيا هناك زي ما العالم كله شايف على الاقل المفروض اننا نجنب موضوع المصالح دلوقتي ونلتفت للطريقة اللي ندعم بها اخواننا الفلسطينيين ونكون ايد واحدة انا هقول له لو حضرتك بصت حواليك بصت انصاف هتلاقي ان فعلا كل مرة بتحصل الكارثة في غزة بتلاقي نوعين من الدول النوع الاول هي الدول اللي بتاخد موقف ايجابي فعلي على الارض بتلاقي ان الدول دي هي هي ومع ذلك تلاقي الدول دي برضو بتتهاجم وبيتم التطاول على قدتها والتقليل من جهدهم النوع التاني هي الدول اللي كل مشاركتها في الازمة عبارة عن جعجعة وشعرات فرغة وتصرحات عن ترية وعدم اخذ موقف فعلي لصالح الفلسطينيين كمان الدول دي هي هي ما بتتغيرش ومع ذلك بتلاقي مدح وتفخين في الدول دي ووصفها بالبطولة والشجاعة فضلا عن وصف قدتها باعظم الالقاب الالقاب الكاذبة طبعا وخلي بالك هتلاقي اللي بيعملوا كده كل مرة مع النوعين دول من الدول دي هما هما يعني اعلام تم تجييشه للغرض ده وصرف ملايين بل بدون مبالغة مليارات الدولارات لتشويه الدول صاحبة الموقف الحقيقي من القضية الفلسطينية والداعمة دعما حقيقيا للفلسطينيين واستبدالهم بدول متأمرة على بلدنا كانت سبب كبير من اسباب الفوضى في بلدنا عن طريق ما سمي بالربيع العربي وتسببت كمان في تخريب بلاد عربية وتشريد شعوبها حضرتك دلوقتي اكيد بتتساءل هو ايه اللي انا بقوله ده وايه هو الموضوع بالضبط ومين النوعين دول من الدول ومين الاعلام ده اللي بيعمل كده التفاصيل هقولها لحضراتكم في الحلقة دي ان شاء الله بس ياريت 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 نركز مع بعض قوي ونتجرد تماما من اي اهواء ويكون هدفنا فقط هو اننا نعرف الحق ونقبله فاعطيني قلبك وعقلك ويلا نبدأ الحلقة بسم الله التغريدة اللي قدام حضراتكم دي كتبها المنحط ابن السمصار جمال رأيان بيقول فيها الرجال مواقف وعلى ضرب ابيه الامير الوالد لن ينسى الفلسطينيون ابدا الظهر وقوف هذا الامير العربي الشجاع مع الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني شكرا قطر مبدئيا كده خلينا اسأل جمال رأيان واقول له ايه يا ترى هو ضرب الامير الوالد اللي ماشي عليه ابنه التآمر على بلدنا التحريض لإثارة الفوضى فيها هدم دولة بقدر العراق وتفكيج جيشها والتعاون مع الامريكان عن طريق قناة الجزيرة الصهيونية اللي كانت سبب مباشر في اسقاط الجيش العراقي بسبب اشعاتها المعروفة عن سقوط مطار بغداد واللي تسببت في بلبلة في صفوف الجنود العراقيين والاخيانات الامير الوالد المتكررة لمحيطه الخليجي واللي يعرفها الصغير والكبير واللي عملوا معاه الملك عبدالله ابن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الراحل رحمه الله اكبر دليل على ده ايه هي طيب مواقف الامير الوالد المشرفة يا ابن السمصار اللي ماشى عليها ابنه ايه طيب اللي عملته قطر فعليا للفلسطينيين دلوقتي سوى وساطتها عند حماس للإفراج عن أسرى أمريكان شوية دم يخرب بيت والشك ابن السمصار لازم يخلى عندنا دايما قصائة الظن فيه وفي أشكاله تكون هي الأصل ما هو مش معقول يا اخواننا هو واحد بيتعامى عن جرائم ايران وبيتبجح بوصفها دولة شريفة اننا نحسن الظن فيه ابن السمصار كاتب تغريدة تانية عن ايران بيقول فيها تذكروا دائما وأبدا أن ايران حصرت بسبب انتصارها للمقاومة في فلسطين وتذكروا دائما وأبدا أن ايران أمة مسلمة وعظيمة وشريفة ولم تخذوا الفلسطين كما خذلها العرب المطبعون الصهاينة شكرا ايران طبعا الحقير ده بيقصد بكلامه هنا عن المطبعين الإمارات والبحرين والمغرب وبالطبع مصر لكنه لا يصرح إلا باسم الإمارات فقط وده لعدة أمور أولها أنه كان بيشتغل في أبو ظبي وخرج منها مذموما مدحورا كالكلب الأجرب وده سبب له الحقيقة نفسيا أمور مش قادر ينساها علشان كده هو دائم الحقد والكره لهذا البلد الطيب وأهلهم الإمارات تاني حاجة أنه حاليا شغال في وسيلة إعلام صهيونية هي الجزيرة راعية الفتن والفتنين وصاحبة أشهر المؤامرات ضد البلاد العربية فطبعا عايز يحافظ على لقمة عيشه يعني تالت حاجة بيعمل كده من باب كيد النساء لأن اللي زي ده لا شرف عنده ولا نخوة لأن أقل شيء المفترض أنه كان يعمله البلده أنه كان يروح هناك يجاهد مع المجاهدين أو على الأقل يساعد بما يستطيع لكنه ما عملش كده طبعا وعلشان يغطي على فضايحه دي بيسيء للي بيساعد بلده فعليا واللي ما تأخرش أبدا عن مساعدة بلده لأغراض دنيئة في نفسه ونفس اللي مشغلهم تحت جزمته واللي باعوا أنفسهم بأرخص الأتمان للأشكال دي حد يقول ابن السمصار يا أخوانا إيه هو الشيء المفيد اللي عملته إيران على مر تاريخ القضية الفلسطينية كله لصالح القضية دي ماذا استفاد الفلسطينيون من إيران غير فقط دعمها لحركة حماس لمصالح خاصة بها طبعا قولوا يا أخوانا لابن السمصار أن الإيرانيين والأمريكان والصهاينة على قلب رجل واحد ما يفرقهمش إلا كلام شوية الجهلة اللي بتولينا بهم الحقيقة على مواقع التواصل بأن إيران دي تابعة لمحور بيقولوا عنه إنه محور مقاومة وبصراحة أنا حاولت أدور في تاريخ إيران كله عن أي مقاومة ما لقيتش غير مقاومتها لأهل السنة في العراق وتشريدهم وقتلهم ومالقيتش كمان غير مقاومتها للسوريين والتسبب في ضياع بلدهم ومالقيتش غير مقاومتها لللبنانيين وتوصيل لبنان للحالة البقيسة اللي عليها دلوقتي وبقى مقاومتها للسعودية والفخ اللي بيتعامل للمملكة في غزة من إيران لكن إن شاء الله ربنا هيرود كده في نحورهم طبعا غير دعمهم للحوثي في اليمن مقاومة إيه اللي بتقاومها إيران يا ابن السمصار بعد كده ابن السمصار كاتب بيقول نشهد بالله أن هذا الزعيم التركي وإن كان ورث التطبيع مع الكيان الصهيوني قد مارس أقصى سياسة فن الممكن لنصرة قضية فلسطين ولم يخذلها كما خذلتها أنظمة التطبيع العربية الصهيونية والحقيقة أخواننا اللي قلنا عن قطر وإيران مش هيختلف كلامنا كتير عن تركيا عنه وصدقوني أنا هنا مش مشكلتي ابن السمصار لكن مشكلتي إن فيه اللي بيصدقوا واللي ماشي وراه وبيوصفوا بالإعلام المناضل الحر وهو بينه وبين الإنصاف مفاوز أردوغان يا أخواننا زي ما عرفناه هو هو جعجعة شعرات فرغة استغفال لصغار العقول اللعب على عواطف الجهلة تجارة رخيصة بقضايا الأمة أردوغان عمره ما قدم شيء مفيد للقضية الفلسطينية ولا هيقدم أردوغان عمره ما كان حليف لنا ولا هيكون يبقى حضرتك لازم تكون رسائل ابن السمصار اللي بعتها بمنتهى الخبث في تغريداته دي لازم الرسائل دي تكون وصلتك واللي هي مصر لم تفعل شيء للفلسطينيين وحضرتك بس ستعب نفسك وخذلك كده جولة في حسابه في تويتر أو في منصة اكس وشوف كاتب ايه عن مصر هتلاقيه كاتب كلام من عينة وين الملايين طبعا المصريين متى ستغضب مصر الملايين يسيرون على الأقدام لمصر وطبعا الخبيث ده بيقصد معبر رفح ومطالبة مصر بإدخال الفلسطينيين سينة وهنا بقى جمال رأيان ابن السمصار بيأكد على انه بايع لقضية بلده وبيطالب بتسليم غزة للصهاينة ودخول الفلسطينيين سينة بما لا يدع مجالا للشك كمان ابن السمصار بيلمح ان السعودية هي كمان لم تفعل شيء للفلسطينيين والدليل على كده سكوته التام عن ذكر المملكة وده لانه مطلوب منه السكوت في المرحلة دي وعدم الكلام الا عن الامارات ومصر فقط وطبعا الهدف اللي شغال عليه ابن السمصار والجانو الوسخة هي الامارات الامارات خانت الفلسطينيين الامارات عملت منورة عسكرية مع الصهاينة في وقت ما الصهاينة بيضربوا غزة الامارات بتساعد بطياراتها في ضرب غزة الامارات بتضغط على مصر لقبول توطين الفلسطينيين في سينة وطبعا يا اخواننا كل الكلام ده كدب في كدب زيه زي كل الاشعاعات اللي اطلقوها قبل كده ضد الامارات ومع ذلك بيكرروها ومع ذلك بتلاقي رواج لها ومع ذلك بتلاقي فيه عقول بتتقبلها بكل اسف الغريب بقى ان اللي بيتصدى لتفنيد الكدب ده والاشعاعات دي بيقوموا عليه الدنيا وما بيقعدوا هاش ده عميل للامارات ده تارك بلده وبيدافع عن الامارات طيب ليه مثلا مش عميل سعودي اقول لحضرتك ليه لان الاوامر لسه مجاتش بكده لان المرحلة دي اللي مطلوب فيها شيطانة الامارات فقط انا يا اخواننا عاوز اختم كلامي مع حضراتكم بكلمتين صغيرين اول اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ان من يهاجمون الامارات لا يهاجمونها ابتغاء مرضات الله او لانهم مثلا شايفين انها بلد خينة او لخفهم على بلدهم بالعكس ورب الكعبة هم عارفين تماما ان الامارات من اشرف البلاد واخلصها مع اشقاءها وعارفين ان هم كدبين في كلامهم ضد الامارات لكن يا اخواننا فيه اللي خلاهم يعملوا كده البعض بيعمل كده لانه تم تهديده والبعض بيعمل كده لانه كلب فلوس بكرة الايام هتثبت لحضراتكم صحة كلامي ده فان غدا لناظره قريب ربنا يحفظ الرباعي العربي ربنا يحفظ تحالفنا العربي ربنا يحفظ مصر السعودية الامارات البحرين ويحفظ بلادنا العربية كلها ويبعد عننا الفتن واهل الفتن ويرد كدهم في نحرهم ويحفظ اهلنا في فلسطين وينصرهم على عدوهم وعدونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة